تطورات متسارعة تشدها محافظة درعا جنوبية سوريا وفد روسي جديد يتبع لهيئة الأركان الروسية يصل المدينة تعنت للنظام السوري قصف للأحياء السكنية بالمدفعية والصواريخ وحالة إنسانية مأساوية رغم كل ذلك ولا يزال المشهد هناك ضبابياً مع تعثر جولة تفاوضية جديدة بين اللجنة الأمنية والمركزية بوساطة روسية التي لم تستطح حتى اللحظة كبح العمليات العسكرية للنظام والميليشيات الإيرانية في المنطقة حيث تشهد المحافظة منذ أكثر من شهر ونصف حملة عسكرية يقودها النظام بمشاركة عدد من قواته وعلى رأسهم الفرقة الرابعة المقربة من إيران التي يقودها ماهر الأسد شقيق بشار وعدم التزامه بأي اتفاق أو مفاوضات جرت في المدينة طوال هذه الفترة أما على الصعيد الإنساني تعيش أحياء درع البلد وطريق السد والمخيم حالة مأساوية صعبة حيث توقفت الأفران عن العمل بسبب نفادي مادة الطحين وانقطاع المياه نتيجة الحصار الخانق الذي يفرضه النظام على تلك الأحياء الأمر الذي أدى إلى إطلاق أبناء تلك المناطق المحاصرة نداءات استغاثة عبر صفحات محلية وحذرة من حدوث كارثة إنسانية في حال استمرار حصار النظام لتلك الأحياء انتقام النظام من الأهالي يأتي بعد رفضهم السلمي لانتخاباته الرئاسية المزعومة عبر الحصار والقصف والقتل والاعتقالات التعسفية ذاك ما أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتقريراً لها حول المدينة كما وثقت الشبكة الانتهاكات التي ارتكبها النظام منذ بداية الشهر السادس حتى بداية الشهر الثامن حيث سجل مقتل أحد عشر مدنياً بينهم خمسة أطفال وسيدتان واعتقال ما لا يقل عن مئة شخص ونزوح ما لا يقل عن خمسة وثلاثين ألف شخص من أحياء درع البلد وحي طريق السد ومخيم درع وأحياء درع المحطة ممارسات النظام تلف يقول مراقبون إنها سياسة لطالما انتهجها منذ إعلانه الحرب على الشعب السوري وإنها تهدف إلى استسلام الأهالي نتيجة ذلك الحصار الذي يؤدي إلى نفادي المواد الأساسية للحياة لكنه سيخسر ذلك الرهان وسيعود مهزوماً أمام صمود أبناء حوران الذين أطلقوا شرارة الحراك الشعبي في آذار 2011 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر